السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شاهر طبعا من فترة بعيدة ونسمع عن البايثون في الانترنت او استخدام اللغة البايثون في الويب ان شاء الله راح نبدي في دورات حول البايثون في الويب طبعا راح نستخدم web2py ولي هو web2py.com ندخل للموقع تمام بعد ما تخلى راح نروح او داونلود من هنا ما ماكو فرق اذا من ويندوز راح تنزل فور ويندوز احنا راح نستخدم نورمال يوزر فورماك سورس كوت للاصحاب اللينيكس بعد ما تنزله راح يكون فولدر او راح يكون على شكل بعد ما تفكر ضخط راح يكون في برنامج اسمه web2py.exe راح تفتحها بعد ما تفتحها راح يكون على هذا الشكل راح يطلع لك نافذ على هذا الشكل او تقريبا مقرب راح يطلب منك باسورد انت براحتك وحطي باسورد 12355 ستارت سيرفر راح تنتظر شوية وراح تبديه يجيب تصفح فانت بعد فقط شغل قبل تصفح ما تحتاجي شيء فنحط فولدر بعد ما تخلى الموقع راح نروح لل admin interface راح يطلب منك admin password 1235 بعد ما دخلنا طبعا هنا ممكن ما يكون نفسي لان انا جربت شوية اشياء خلنا نعمل delete admin install admin install admin install admin install طبعا راح تبطع لك لهذا الشكل فهنا راح تضيف مشاريع الجديدة مثلا نقول نكتب toot one hello hello على شكل هذا الشيء يكون الفولدر بعد ما تفتح راح يكون ما يصير شيء راح نكتمل hello world تمام بعد ما دخل لهذا المكان نقدر تحط الباق او مثلا او بعد ما دخل هنا تقدر تروح لهذا click راح يفتح لك المشروع او اذا تريد تعدل عرية راح تروح manage edit راح يفتح لك هذا الملفات الموجودة بالمشروع في ملفات مثلا db ويكون ملفات ملفات الانجوج مثلا انت بسيسكرب بالانجليزي واحد عربي راح يدخل الانجليزي راح يدخل الانجليزي ويكون يترجم للغات هذه الموجودة طبعا ما كعربي منه على الاسر يعني اا وعدنا المثلا 44.HML 430 صفر انت تقدر تصمم 44 خاص بك اا فا او شي بعد ما دخل هنا نقدر نروح مثلا انت تحدث وحتى انت تقدر حيات هذا حسنا البحث اوه الموجود هنا راح تروح على اندكس الاندكس من الاندكس تفتح الاندكس و راح تروح ادت بعدين من هنا راح تروح الانديكس ادت فيو انديكس احنا داخلي الانديكس شلو نفتح المشروع اول شي احنا نعرف ان هو اختار بورت الثمانة الاف تمام راح نكتب واحد اثنين ثلاثة ثمانة الاف سلاش اسم المشروع احنا سوينا هلا وورد راح نفتح المشروع راح نشوف المشروع هو راح يبني لك شي بسيط واللي يقول فيه هلا وورد ومجمع اشياء تا احنا راح نجي نفسح هذا كله ونحفظه ونجي نفسح هذا اه من مسح سبب واحد نين اللازم سلاش هلا وغرط سيف تا ممكن ميت سيح فيها سريع اه تراي فيو ها ممكن ميصر خالي اي ميصر خالي لازم نحطي شي داخلي تمام راح نبدي برمجة اه اه او جانجو او اول شي حتى تبدي تمرمج او اه تعمل مثلا لشاشة راح تبتح هذا النوع من قوس مرتين مرتين بالبداء مرتين بالنهاية راح تجي للوسط تكتب اه يساوي اكوال قوسين داخل القوسين راح تكتب اللي تريد يطلع بالشاشة تمام راح يكون على هذا الشكل باينة تمام راح يكون على هذا الشكل للكوت الايكوال يعني على ما اعتقد اه اوتبوت للشاشة فالبرمجة يحتمي على الانواع الاقواس بزاقي نوع اه مثلا في عندنا اه هذا القوس للفانكشن و اه في عندنا هذا مثلا للأوتبوت اشياء مثلي احنا حاليا بس نتعلم الهلو وورد تمام راح نجي نشغلة اعفوا المسيفة تمام عدنا غلط اه في ال اه ديفولد دوت بي واي راح نعمل باك راح نروح ديفولد دوت بي واي يقول لك فيه غلط في لا تحلو غلط سوانا يومي ارتع ساني ارتع اه ثبت ان ارتع ذوق مصير من عدد فاني ارتع اقفت لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة